السلام عليكم يا شباب. اه اليوم اخر فيديو من سلسلة تحسين اداء البي سي. وطبعا من هذا الفيديو راح اشرح الشغلات اللي ما شرحت بالفيديوهات اللي قبل. بنفس الوقت راح اشرح يعني افرجيكم بشكل سريع. شنو تطبقوا كل الخطوات مع بعض. لان اذا لك الفيديوهات كان عليها الشرح مفصل بالتفصيل. اما هذا الفيديو راح اه اه اروع للعدادات الويندوس اللي نحن ما قدرنا نسويها بالتويك. وباقي العدادات. بنفس الوقت كمان اسوي العدادات بشكل سريع. مشان الاشخاص اللي بس بدهم يسوي العدادات بشكل سريع ما بدهم عارفوا بالتفصيل. فممكن انهم هدا الفيديو يفيدو. لا تشتابقوني على التويك. هاي اه صفحتي بالتويك. وخلنا نبدأ. طبعا اول اه شي بدنا نسويه نروح على اه بتاع الويندوس ونكبس كبسة يمين عليها. عشان يطلعنا كلمة او ممكن انك تكبس اه ويندوس ار. فبتطلع لك هاي الناهضة. بتكتب اه يعني كل شي راح الكلام اللي راح حكي راح تلقوه ببوصل فيديو. ام اس كون فيج. بعطي انتر. فرح تطلع لك هاي الناهضة. انت بتختار سيلكتف ستارت اوب. ومن بعدين هذا يعني الخيار الاهم اللي لازم نسويه. البوت ادفانست اوبشن. اه طبعا هذا الخيار راح يكون عندك اه انشيك يعني مش انفاعل عليه. بس انت بتكبس عليه. بتختال يعني اعلى رقم موجود عندك. هذا هذا الشي مشان المعالج. بعد بعد ما تختار على رقم يعني بتعطي اوكي فانا ما راح اعطي اوكي لاني مسويها من قبل. بتعطي فراح يطلب منك انك تسوي للبي سي. يا ما تسوي مباشرة تاني اما تعطي يعني اه الخروج بدون الريستار. في يعني بعدين بتسوي طبعا هاي اول الخطوة بالويندوس اللي ما شرحت ترد فيديوها وترد المطاط. الخطوة التانية بتروع على اه كبس يمين عليه. وعلى او ازا انت هاي الايقونة ما عندك اياها عادي بتروع الملفات عندك. هاي هي هون برضو كما بصير كبس يمين عليه بالماوس وخصائص. طبعا راح يطلع لك هاي النافذة. اه نروع على اه نكبس عليها فبطلعنا برضو هاي النافذة. بتكبس على سيتنج. بطلع لك هاي. انت بتكبس على اجست فور بيس بيرفورمانس. يعني على افضل اداء فهو راح يسوي الغاء لكل الشغلات. كل هذه الشغلات ما راح يفيدوك بشي. شغلتين بس ممكن يفيدوك ازا انت عايب تهتم يعني ازا انت صانع محتوى او شي. اه اه شو ثمبنس انست اوف ايقونس. يعني مثل ذول. خلنا فرجيكم شلون. ازا انا بدي روعة الديسكات شوف شلون. فبيطلع لي الصور شكل الصورة. بدل ما يطلع لي البس يعني صورة ملف بدون صورة مصغرة. فهذا هو اللي بتفيدك فانت حط عليها انابل. وازا بدك يعني الخطوط تكون ايك يعني شوي حوافة ناعمة واضحة اكتر فممكن تحط عليها برضو اه شارت صح عشان يعني تفعل عندك او ازا ما بدك ممكن تخليهم كلهم ازا انت مش صانع محتوى الخطة بهم كتير. انا ما راح نسوي تطبيق لاني مسويه من قبل. طبعا هاي كان اول خطوات. الخطوات اللي بعدها انه بدنا نروح على اه نبحث بها الطريق هاي كبس يمين عليه. فبطلع لكون اه هذا النافذة فنحنا حاليا بدنا نجيب الكود. فقنا نجيب الكود. وهذا يعني الطريقة الشرحتها من قبل. ما راح يعني اشرح كل شي بس انا اعلمكم الطريقة شونا انك تسوي طبعا بعدنا نجيب من الكود. خلنا نعيدها من جديد ما مشي الحال. فاور شيل كابس يمين ران اس اميستريتر. ننسق الكود نعطي انتر. نستنى حتى يخلص نعطي انتر مرة تاني. طبعا بعد ما ندخل على هاي النازل بعطيه تكبس على ديسكتوب فهو راي يعشر لك كل شي تلقائيا. انت ممكن تحدد على ديليت تومبري فالس. وبنفس الوقت اه امسح مثلا الميكروسوفت ايج لانو ما حد يستخدمه. امسح الميكروسوفت واندرايف برضو ما حد يستخدمه. برضو اعطيه ماوس اكسلرايشن. بعد ما تخلص كل الخطوات هدول اعطيه ممكن يطول معك شباب. ممكن تلاحظ مرات انه هذا الشريط الشريط المهم راح يختفي عندك من تحت. فشي طبيعي انك ازا انت مش ماسح الواندرايف وبدك تمسحه من خلال هذا التويك فراح يطول معك لسه شوي اكتر. فازا مسحته من البي سي بدون يعني انت خلص عطيرا هو لحاله راح ياخد وقته وبس خلص راح يطع لك بس خلص راح يطع لك نافذة صغيرة لونه ابيض مكتوب عليها تكبس عليها. ازا ما طلعت لك يعني ازا ما قطرت تشوفها فبتجيب الماوس بتحطها هيك عليها على هون تحت تفهم عليها شون فراح تشوفوا النافذة بشي ما كان هون بتكبس عليها وبتعطيك وخلص بتسوي البي سي بيمشي الحال طبعا في عندك الان في دي كنترل بانل بشكل سريع اه بتكبس عليها بتختارها بالاول بتسحب المؤشر لهون للاخير بتعطيه وبعد ما بعد ما تعطيه مرة ثانية بتختارها بالوسط وبتعطي بعدين بتجي اه الشغلات اللي رازم تغييرها يعني اللي 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 ما رح تتغير معك انه هاي اول واحدة بتعطيها بتعطيها القاتل الشاشة اللي عندك الـ Power Management Mode Preferred maximum performance Preferred Refresh Rate بتاع شاشتك تعطيه Highest Available Sheder Cash Size تعطيه Unlimited بيكون هو محطوط على Drafur default أو أي شيء بعدين برضو الشيء ما همهما Quality Texture Filtering Quality تعطيه High Performance وما ننسى انه نتأكد انه Vertical Sync طافية وازع انت خانا نفضل العدلات لانه فيه شغلة كتير مهمة شبع بالنسبة للفيرتكل سينك فاسا راح اروع عليها هاي بتختار هون الكارت الشاشة اللي عندك تنزل لتحت اه بتختار اه تخليها عالدس بلاي ما تخليها عالجي بيو عشان تخلي بس الجي بيو مركز على يعني على على الاداء وباقي الشغلات خليها مثل ما هي فول سكرين ديس بلاي برضو زي عندك شاشة تانية فول سكرين ديس بلاي اه مثل ما اختلكم في بعض الاشخاص عندهم اه جي سينك يعني انا انا بشاشتي ما عندي اياها بس انا بنصحك انك تطفيها لانه هذول كلهم يعني حركات تسويقية وما راح تفيدي بشي فانت وقتل بتطفيها فرح يتغير هوق يتغير شي عندك ممكن ممكن يتغيرها انا ذاكر انه مرة وقت تطفيتها هون صارت عندي يعني ايها الفيرتكل سينك اشتغلت فاتأكد انك اه اتطفيها بعد ما اتطفي الجي سينك طبعا هذا هو بيكون الفيديو يا شباب اه بتمنى انكم استفدتوا طبعا هيك بيكون انا تصارت كل شي نزلتوا لحد الان في فيديو قصير وبنفس الوقت اه اضفت عليه يعني الشغلات اللي ان احنا ما كنا نسويها من قبل طبعا في لسه بعض الاشياء اللي ممكن انك تسويها اضافية ازا حاب تتابع مشاهد الفيديو ما عندي اي مشكلة فارح اشرحهم كمان بنفس الوقت ممكن انك تروع على ثلاث نقاط بالكروم خاصة ازا كانت عبت وجهك مشاكل بالرامات وبدأك توفر مساحة يعني الذاكرة الرامات تروع على سيتنكس بتروع على اه اه بريستيشن او يعني الاداء فبتفعل هاي يعني مشان يحفظ الذاكرة يعني مش يحفظ الذاكرة بس يوفر يعني بالذاكرة يعني ما يستخدم كتير بنفس الوقت ممكن انك اه اه اتطف في هاي اتطف في هاي كمان مع هذول التنتين فيك انت راح يعني تحصل هذا شوي افضل ماشي اه بظن هدول جميع الشغلات اللي حكينا عنهم في عندك لسه شغلات بالدسكورد ممكن ننتبه برضو وتجربها بظن راح تفيد اه اغلبكم لانه بصراحة دسكورد صاير كتير اه كتير اه عبي اخذ موارد من الجهاز شباب خاصة لشخاصة اللي ما بيعرفوا بعض الشغلات اللي هما مشغلين ومفكريين انه ما راح تأثر على الجهاز اولا ما نتروب من روح الادفانست اه هاردوير اكسيلاريشن بالطفية راح يسوي لك للدسكورد فعادي ما راح يطلب انك تسجيل دخول مرة تاني بس راح يسوي للدسكورد بنفس الوقت في عندك شغلة تاني ممكن انك تطفيها آآ 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 خانا شوف ابالله وين صارت بتاع الاسماء لازم تكون موجودة بشي مكان انه يظهروا الاسماء عجنب هاي جدا بتأثر على اداء شباب انا جربت تاني اكتر مرة حاول تشغلها وطفيها لكن بتطفي هاي وبنفس الوقت بتختر هاي هون عشان يعني الاسامي دسكورد ما يطلعوا على فوق شاشة اللعبة انا بصراحة بتأثر على داء وانا مجربة بنفسي فا لحد هاللحظة اظن اني اذكرت كل شي متمنى انكم استفدتوا وما تنسوا تتابعوني على التوت شباب الوثوث المباشرة وانده كاته تتبع بصرا مريم وانده كاته تشوف ابتسر مريم شكرا